تمكنت قوات سوريا الديمقراطية بدعم من طائرات التحالف الدولي من التقدم من جبهة سلوك شمال مدينة الرقة معقل تنظيم داعش عقب انطلاق المرحلة الثالثة لعمليات غضب الفرات نحن الآن في جبهة سلوك وتقدمت قواتنا 11 كم إلى الأمام تم خلالها تحرير قرية بير سعدان ومزرعتين لم يتم معرفة اسماؤهم والآن قواتنا في هذه المحور تتقدم وتتحضر لتحرير قرية ضلوع محمودية وأكدت المتحدثة الرسمية باسم غرفة عمليات غضب الفرات جهان أحمد أن القوات تقدمت مسافة 11 كم من جبهة سلوك وحررت قرية بير سعد ومزرعتين وأضافت أن القوات تستعد لتحرير قرية ضلوع محمودية وفي وقت سابق أعلنت قوات سوريا الديمقراطية أنها جهزت 30 ألف مقاتل للعملية فيما تشير التقديرات إلى وجود 3500 مسلح من تنظيم الدولة في الرقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر